سلام البناس كديري لبس اليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد بلا شك ان الموضوع دياليوم غاديهم كل سيدك تعاني من تأخر في الانجاب كل سيدة عندها ضعف الابادة وعندها بويضات بحجم صغير هاد الموضوع هذا اكيد غادي يؤثر لك على الحمل وبطبعة الحال ان هناك وصفات طبيعية بالاضافة لاستشارة الطبيب والادوية اللي ممكن انه ينصحك بها باش يحدث عندك الحمل ممكن اننا نتحكم في الحجم ديال البويضات اما بالوصفات اما بالادوية يعني جوج ديال الامور ممكن انهم يغيروا نتيجة لحجم ديال البويضة يعني بمجرد انك ما تتبعي التبويض وتمشي عند الطبيب ديالك غادي يتبع معاك الحجم ديال البويضة كل يوم في الايام المحددة اللي غادي يقول لك وبالتالي غادي يعرف واش عندك ضعف الابادة ولا الابادة ديالك جيدة وطبيعية بطبيعة الحال أن الأدوية ما كتتوصفش من غير الطبيب هو اللي خاصة يوصفها لك يعني أنت رأسك ما يمكنش أنك تاخدي الدواء بدون استشارة الأدوية ديال التنشيط ما يمكنش تاخديها غير علاوة تسمعتي أنها بزيانة وكتتنشطها لإبادة لأن ممكن سيدة تاخدها يكون وصفها لها الطبيب وتقول يعني وتنصح السيدات في مواقع التواصل تقول لهم هاد الدواء هذا جاب معايا نتيجة وكبر لي حجم البويضة وينضوا بزاف ديال السيدات لك يعاني ومن تأخور في الإنجاب يجربوا دك الدواء هذا الأمر هذا خاطئ وخاطئ بزاف وممكن يؤثر لك على صحة ديالك بل وأنه يسبب لك في انفجار للمبيض لقدر الله فحاولوا أنكم ما تغلطوش هاد الأخطاء وحاولوا أنكم ديما الاستشارة الطبية طبيب وحده هو اللي كيعرف يوصف لك الدواء المناسب على حساب الحالة ديالك وكذلك الأعشاب ممكن أنك تشربها بالمقادير المعينة يعني تهي تكون عندها واحد المقادير مضبوطة باش ما يحدثش هناك خلال في الهرمونات يعني جوج ديال الأمور خاص تقديريهم بشكل طبيعي أو جيد باش يحدث عندك الحمل بكل بساطة وبكل سهولة وبشكل آمن كيف ما كان عرفوا بأن السيدة كتولد مع عدد معين ومحدد من البويضات وكيتم إطلاق البويضة الناضجة كل شهر من خلال الجريب يعني الجريب هو اللي كنشوفه في الصنار هو اللي كتكون فيه البويضة الناضجة كيم مجموعة من الأشياء اللي ممكن أنها يعني تغير لنا من حجم البويضة وتبدل لنا من ذاك الحجم يعني تبقى ذاك البويضة بشكل صغير كيف ما كان عرفوا بأن البويضة كتكون تهيئة مثل أعضاء الأخرى كتغدى من التغذية اللي كنناكله يعني أنتي التغذية ديالك كتتغير ذاك الحجم ديال الإبادة طبيعة الحال كين أغذية اللي كتزيد من حجم البويضة كين فواكه كتزيد من حجم البويضة اللي خاصة كدروري تتعرف عليها باش تاكلها وإن شاء الله يكون أخر طبيعة الحال أنه اللي كتوصل البويضة الواحد الحجم الطبيعي اللي هو من 22-24 ميلي متر ممكن كذلك تكون بويضات من 18-24 وكلهم كيتعتبروا بويضات بحجم مناسب للتلقيه وكل السيدة كتختلف يعني في الحجم ديال بويضة ديالها على سيدة أخرى على حسب نمط ديال الحياة ديالها على حسب البيئة على حسب يعني الجو على حسب مجموعة من العوامل اللي كتلعب دور وكذلك على حسب العمر ديال السيدة لأنه خاصة كتعرفي بأنه كل ما زادت السيدة في العمر كل ما كيقلوا جودة البويضات عندها بطبيعة الحال أنه ممكن تكبير حجم البويضة بتباع بعض النصائح منها الإقلاع عن التدخين تقليل من التوتر تباع نظام غدائي صحي الحصول على وزن طبيعي ممارسة الرياضة تقليل من الكافيين تناول بعض المكملات الغذائية وأهمها حمد الفوليك ومع التقدم في العمر ممكن السيدة يقلوا الجودة ديال بويضة ديالها حيث أنه كيتم استهلاك البويضات الناضجة عالية الجودة أولا باش دكشي باش كتقل فرص الحمل مع التقدم في العمر هذا لا يعني أن السيدات اللي كبرت في العمر ما عندهمش فرص في الحمل بالعكس ممكن أنه يكون سيدة يعني تكون سيدة كبيرة في العمر وعندها ما زال بويضات بجودة عالية نتيجة أنها كتبع واحد النمط وواحد الأسلوب حياتي جيد فبالتالي البويضات كيبقوا عندها في صحة جيدة إذن نتبهي من هذا الأمر وكين كذلك سيدات صغارة في العمر وكيكون عندهم واحد الجودة سيئة البويضات نتيجة أنهم كيأكلوا الدهون بكثرة ما كيمرسوش الرياضة وكيأكلوا بشكل عشوائي فنتبهي من هذه المسألة هذه لأنها كتلع بدور كبير في تكبير حجم البويضات وكين كذلك طرق طبيعية وطرق اللي كتعتمد على الطعام والأطعمة اللي ممكن أنها تكبر لك من حجم البويضات ديها بالنسبة للنصائح اللي ممكن نعطيه للزوجين معا يعني الزوج والزوجة للمساعدة على الحمل تناول بعض الحبوب المنشطة للإبادة مثل فوليك أسيد والكلوميد شرب بعض الأعشاب اللي كتنظم الهرمونات وكتقوي الجهاز التناسلي كالبردقوش الميرامية الحلبة تناول كذلك حبوب طلع النخيل والعسل والحليب والزنجبيل وذلك لدورها الفعال في علاج المشاكل الجنسية تناول القرفة ثلاث مرات في اليوم لدورها الكبير في زيادة حجم البويضة وبطبعة الحال نتابهي معايا من أن القرفة ما تناوليهاش في أيام الدورة يعني ممكن تناوليها يوم واحد في اليوم الأول من اللي تشوف دوك الإفرازات يعني بطبعة الحال إلا كنت متأكدة أنك ماشي حامل فممكن أنك تناوليها باش تنزلك الدم اللي كيكون متجمع في الرحم من اللي يبدأ يعني نزول الدم بشكل متواصل هنا خاص تقدروا ورمتناوليش القرفة لأنها ممكن تسبب لك في نزيف لقدر الله وكذلك يتجنبوا هالسيدات اللي كيعانيوا من نزيف شديد أو تدفق كميات كبيرة من الدماء أثناء الدورة الشهرية يتجنبوا القرفة لأنها كتنشط الرحم وبالتالي ممكن أنها تسبب لك في غزارة الدورة بطبيعة الحال ممكن تتخذي القرفة بعد الدورة مباشرة أو في الأيام الأخيرة من الدورة اللي يعني كتبقى أيام كتكون فيها قليلة الدورة هنا ممكن أنك تناوليها بكل يعني بكل أمان لأنها ما غد تسبب لك مش مشكلة بالعكس غد تنشط لك الإبادة ديالك تناول ثلاث ملاعق من السمسم المطحون بشكل يومي السمسم أو الججلان منشط طبيعي ممتاز للإبادة حاولوا أنكم تناولوا الجنجلان أو السمسم بعد الدورة مباشرة يعني بعد الدورة مباشرة أو في الأيام الأخيرة يعني مثلا كتجيك الدورة سبعة أيام من اليوم الخامس وانتي كتناولي السمسم باشها كتكبري من حجم البويضة بشكل طبيعي تناوليه مع العسل الطبيعي يعني ملعقة مع العسل الطبيعي أو مع الحليب أو مع يعني ممكن تدريه في يوغورت أو دانون ممكن تهويكون زيان فضروري أنك تناوليه كيجيب نتائج ممتازة وكيدر لك يعني الإفرازات ديال الإبادة ومجرب بطبيعة الحال تناولي المكسرات العسل الفيتامينات ممكن كذلك بذور الفجل المطحون بذور الكتان وذلك لأن هاد الأطعمة كتزيد ملخ الصباح عند الرجل والمرأة الأسباب اللي ممكن أنها تأخر حدود الحمل عند المرأة ضعف المبايض الإصابة ديالهم بالتكيوس عدم انتدام أوقات الدورة الشهرية نسيداد بعض القنوات داخل الرحم وجود ألياف داخل الرحم وبالنسبة للأسباب اللي كتأخر حدود الحمل عند الرجل وجود بعض الأمراض الجنسية قلة الحيوانات المنوية أو عدم وجودها أو قلة الحركة ديالها دوال الخسياتين وتعرض الخسياتين إلى درجة حرارة مرتفعة بطبيعة الحال أن هاد الأمور هادي غادي تأخر الحمل خاص ضروري الزوجين ينتابهوا ويعرفوا شنو هم المشاكل اللي عندهم باش يتمكنوا أنهم يعالجوهم لأن ضعف التبويض عنده العلاج وعنده مجموعة من الوصفات اللي ممكن تعطي الفوائد ديالها على السيدة فغير خاصة هات تبع يعني إلا شفت أنها عندها تأخر في الإنجاب تحاول أنها تتوجه للطبيب وتعرف شنو هو المشكل اللي عندها مشي تبقى كتعتمد على أشياء وأنها يعني ما دارتش الفحوصات اللازمة وتبدأ تدير الوصفات غي تبدأ غي تجرب الوصفات كي يجيوا من بعد ما تكون يعني مشي تي عند الطبيب وعطاك يعني دار لك الصنار تمألك على الرحيم على المبايد فهنا عاد كي يجيوا الوصفات وكي يعطوا الدور ديالهم يعني كتكون يعرفتي شنو هو المشكل اللي عندك وكذلك الرجل يعني المسألة مفهومة وواضحة الأزواج اللي عندهم تأخر في الإنجاب يحاولوا يتبعوا النصائح ديال الطبيب بيحاولوا يتبعوا النصائح ديال القناة وإن شاء الله يحدث الحمل بشكل طبيعي وتفرحونا جميع لأننا جميع كانت نتاظروا كل وحدة منكم تكون حامل بإذن الله كان هذا هو الفيديو ديالي يوم نتمنى لإعجاب ديالكم إذا عجبكم بطبيعة الحال دي ما دعموني باللايكات ديالكم حاولوا أنكم تضغطوا على زر اللايك أكتر من مرة باش توصلوا هاد القناة وهاد الفيديو لجميع السيدات لك يعاني ومن تأخر في الإنجاب إلى اللقاء مع فيديو مقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة